متابعي قناة أسرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها تطورات متقدمة في قضية هروب إرهبي من مطر تونس قرداج الدولي ثم القبض عليه ثم نتائج التحقيقات معه والقرارات القضائية الأولية بخصوصه، كذلك بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيسي سعيد إنه يتبع هذا الملف بعناية شخصية وما هو بشي يسمح بالتلاعب بالقضاء في هذا الملف برشة تطورات وبرشة تفاصيل خاصة رد النقابة الأمنية اللي كان مثير للجدل في هذا الموضوع بيش نتابعوهم في هذا الفيديو فضلاً وليس أمراً كان أنت أو المرأة تسمع فيها، ما تنسيش تعمل الاشتراك في القناة تدفع للجرس بيش تصيلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بيكم، من نسي يكون المرحبا بتفاعلتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو نبدأ بآخر التطورات في ملف هروب إرهيبي مرحل من تركيا إلى تونس ولكن أهرب بتريقة مثيرة للجدل وهناك أجهزة دولة رسمية مورطة في هذا التهريب وأصابع الاتهام موجهت إلى رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي خاصة بعد هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد البرامي اللي وجهت ملفات خطيرة إلى رشد الغنوشي بأنه هو يتسطر على عديد العناصر الإرهابية وهو اللي أمر بعض القضاة وبعض المشرفين على النيابة العمومية أنهم ما يحلوش ملفات ستة ألف عنصر إرهابي أو ستة ألف ملف تتعلق بإرهابيين ما يحلوش إلى القضاء هذه المعلومات المهمة والخطيرة يضافلها إلى أنه هو أصابع الاتهام موجه إليه مباشرة في أنه هو اللي يهرب الإرهاب القادم من تركيا عبر مطار تونس قرتاج الدولي تخلي التحقيقات محل جدل ويسع وهذا اللي خلى قيس سعيد يتدخل شخصيا في هذا الملف آخر التطورات هو وحدة مكافحة الإرهاب بالقروجيني أحالت على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضاء لمكافحة الإرهاب العنصر المرحل من تركيا والذي تمكن من عبور مطار تونس قرتاج الدولي من غير ما يتم التفضلين من غير الباسبور ولا وثيقة العبور أو يعني الوثيقة المخصصة إذا كان معدوش باسبور تكون فما وثيقة عبور للمجرمين أو للإرهابيين المرحلين من دولة إلى دولة قضي التحقيق تولى استنتقوا من أجل تهمة علقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والقيم بأعمال إرهابية خارج البلاد التونسية واذكرنا في فيديو سابق وأنه مورد في الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وشارك في عملية إرهابية في سوريا ثم ادخل إلى العراق وبعد ذلك إلى تركيا وتركيا حكومة علي بست سنوات سجن من أجل تهم إرهابية قضى ست سنوات سجن بعد ما كمل العقوبة متاعه وتركيا محجتيش بيه فقررت أنها ترحلوا إلى تونس ولكن السفارة التونسية في إسطنبول قامت بكل الإجراءات اللازمة وهذا ما تم تكذيبه في تونس من قبل تصريحات أمنية باش نتابعوها بعد قليل إذن قل تم استنتاقه من قبل قاضي التحقيق من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والقيم بعملية إرهابية خارج تونس وقرر القاضي إصدار بطاقة إداعب السجن في حقه في انتظار استكمال التحقيقات معاه وبطبيعة الحال هذا اللي أكدوا الناطق الرسمي باسم نيابة العمومية وهذا ما أكدوا نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الأبتدائية في تونس ورئيس وحدة الاتصال والأعلام محسن أديلي قال لقاضي التحقيق أصدر بطاقة إداعب السجن في حق الإرهاب المرحل من تركيا واللي يتمكن من عبور مطار تونس قارتاج من غير ما يتم التفاطل له لتهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والقيم بأعمال إرهابية خارج تونس في انتظار استكمال التحقيقات معاه أكد التحقيقات شملت هذه الجرائم وحقيقات انضمام إلى تنظيم إرهابية وشملت أيضا كيفية تهريبه من مطار تونس قارتاج الدولي محامي مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة الأستاذ نيضال الصالحي كشف أنه تم بتاريخ 17 جوان الماضي تهريب الإرهاب التونسي من مطار تونس قارتاج اللي جاي من تركيا من غير ما يتم تسليمه إلى الفرق المختصة في مقاومة الإرهاب بشي تحريه معاه ويحيله إلى أنظار أنيبة أو العمومية أو العدالة ليحاكم من أجل مرتكبه من جراء إرهابية خارج التراب التونسي بعد إداعه السجن حسب نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس فإنه هذا العنصر تم فتح تحقيق قضائي ضده في شهر فيفري 2021 أي قبل ترحيله وهذا التحقيق تم فتحه من طرف القطب القضاء لمكافحة الإرهاب من أجل جراء متعلقة بالانظمام إلى تنظيم إرهابي وتهم أخرى لكل هذه الصبغة إرهابية في المقابل النقابة الأمنية تحاول مغالطة الرأي العام وتقدم موجهة النظر المتاحة على كل حال أحنا بشي نقدم موجهة النظر المتاحة؟ والجمهور هو اللي يحكم لكم سديدة نظرة بش إنكم تصدقوا ريوية متاع النقابة الأمنية أو إنكم ما تصدقوا هيش نحكيه على تصريحات أنيسي اللاورتيني كتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرتاش أدوالي اللي قال الوزارة الداخلية راسلت إدارة الحدود والأجينب وأعلمتها بقدوم الإرهابي المرحل يعني وزارة الداخلية كانت في بالها ولكن يقول فما خطأ فني فادح حصل وهناك كيفش يصير خطأ فني فادح معناها لشخص تتعلق بشخص ذات خطورة عالية إرهابي خطير شارك في سوريا والعراق في عملية إرهابية قضى عقوبة ست سنوات في تركيا كيفش يتم هذا الخطأ الفادح اللي صار وقال اللي هو نهارت ليروح عبر الطائرة في مطار تونس قرتاش الدولي الرحلة كان فيها أكثر من مئتين مسافر اتصلنا برئيس المحطة وبالخطوط التونسية وقعت عملية المطار والكل هم أكدوا إنهم ما عندهمش حتى علم بقدوم المرحل المذكورة على متن الطائرة كيفش الأطراف هذي المعنية هي بختم الجوازات ومراقبة القادمين والمغادرين ما في بلهش بأنه فما مرحل جاي على متن تلك الطائرة قال لي هذا يصير برش مرات خاصة وقت ليرفض المرحل عملية ترحيله مثلا لو كان هو في تركيا ورفض عملية الترحيل متاعه لا يتم إعلام الجهات المختصة ويكون وقته هو ما طلعش في الطيارة بمعنى ويدفع على الأمنيين وعلى هذا الخلل ويقول أحنا ظنينا وإنه هذا الإرهابي المرحل ما كانش على متن الطائرة القادمة إلى مطار قرتاج أكد وإنه بالعودة إلى كاميرات المراقبة فإنه تبين إنه العنصر الإرهابي المرحل هذا درس جيدا طريقة هروبه وهذا يخليه ينفي الرواية السابقة والاتهامات السابقة بأنه مضيفة الطيران كانت هي اللي هربت هذا العنصر عبر الممر الشرفي اللي يمر منه البعثات الدبلوماسية وغيره يقول اللي هو درس جيدا طريقة هروبه ولكن سؤال المطروح كيفيش هو يعني عنده سنوات يقاتل في سوريا في العراق عد ست سنوات في تركيا يعرف ما داخل وما خارج المتار بيش يدرس طريقة الهروب جيدا يستحيل تنجم تصير وينجم يهرب ويدرس هذه الخطة من غير ما يكون عنده سند سياسي وسند في المطار ينجم هو ليهربه لأنه ما ينجمش وحده يخطط لهذه الخطة ويقول اللي هو مرة أو عبر من بوابيت مراقبة جواز السفر مال عليش ما تمش مراقبة جواز السفر امتعه سؤال آخر وقال لم يختم جوازه وكيفيش إذن تقول فما خلل فني وفما مسفر بغض النظر إنه هو إرهابي ولا مش إرهابي مرحل ولا مش مرحل هو يأكد وإنه ما مرش عبر السلك الدبلوماسي الممر متاع السلك الدبلوماسي ولكن مش يهم الممر متاع ختم الجوازات وما تختمش الجواز امتعه يعني كيفيش شخصي نجم يتعدى ويمر عبر ذلك الممر من غير ما يتفطن له حتى حد من غير ما يمر بالإجراءات المعمول بها على غير المسافرين الأخرين اللي كلهم أجروا الإجراءات فبالتالي قديش من عنصر إرهابي مر ودخل بنفس هذه الطريقة على حد تعبيره بطبيعة الحال دي ما نحكيه في ريويته هو أنيس الورتيني كتبع من أقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرتاش قال نعترف بوقوع خطأ فادح ولكن لا نقبل اتهامنا بالطواطئ وفي الحقيقة ريويته تبدو إنها غير مقنعة بالمرة وقال اللي صار ما يتهمش طواطئ والإرهابي المرحل لم يخرج عبر المسلك الدبلوماسي كما روجوا لذلك وانتقد الهرسلة الأحلامية اللي تعرض لها أمن مطار تونس قرتاش الدولي وقال صارت هرسلة كبيرة برشا لأمن المطار في الأيام الأخيرة ومنحبش نتحاسب من إدارتي تحت ضغط أعلامي مو منهج على حد تعبيره في المقابل قيس سعيد يتحرك بالتوازين مع الحكومة لكشف الخلل الحاصل في هذه القضية الخطيرة تطورات مهمة